هنا قادر من أربيل يقول فضيلة الشيخ أيهما هو يقول أيها أشد خطرا الشرك الأصغر أم الكبائر أم البدع الشرك الأصغر أم الكبائر أم البدع نعم ابتداء ما هو الشرك الأصغر بارك الله فيك وما هي الكبائر وما هي البدع نقول الشرك نوعا شرك أكبر مخرج من الدين وشرك أصغر غير مخرج من الدين الشرك الأكبر إذا مات عليه الإنسان لا يغفره الله جل وعلا وليدخل الجنة أبدا من مات على الشرك الأكبر أما من مات على الشرك الأصغر فهو يدخل تحت المشيئة على الراجح طيب فقرت الشيخ الضابط في التفريق الضابط في التفريق بارك الله فيك من جعل مع الله إلها آخر يصرف له شيئا من العبادات من صرف شيئا من العبادات لغير الله جل وعلا فقد جعله لله ندا كأن يدعوه أو يستغيث به أو يسجد له أو يذبح له أو يتوكل عليه بارك الله فيك من يفعل هذه الأمور فقد أشرك بالله شركا أكبر أما من يعبد الله وحده ويقوم ويذهب إلى المسجد لكي يصلي لله لكن يدخله شيء من ماذا نية غير الله في صلاة يرائي من رأى رأى الله به أو من سمع سمع الله به شيء من الرياء أو من السمعة مثلا هذا نقول من الشرك الأصغر هذا لأن أصل وقوفه بين يدي الله أن يصلي لله ما يصلي لغير الله لكن يزين من صلاته أو من صوته أو يطيل من قراءته أحيانا بقصد ماذا أن يعجب به أن يراه الناس أو أن يسمعه هذا من الشرك الأصغر بارك الله فيك أو أن يحلف بغير الله من حلف بغير الله ولا يعتقد تعظيمه كتعظيم الله هذا العلماء قالوا من الشرك الأصغر طيب الشرك الأصغر قلنا غير مخرج من الدين لكن العلماء قالوا جنس الشرك الأصغر جنس الشرك عموما أكبر من الكبائر بل الشرك من الكبائر لكن أكبرها من الكبائر لكن أكبرها وأما الكبائر ما ترتب عليه وعيد هذا هو الضابط الضابط وعيد بلعن أو بدخول نار أو حد حد في الدنيا نعم فهذه من الكبائر بارك الله فيكم أما البدعة البدعة ما هي في الدين الإنسان أن يأتي بعبادة ليس عليها أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ثم كما أن الكبائر درجات متفاوتة وكذلك البدع على درجات متفاوتة نقول جنس البدعة أكبر وأخطر لكن لا نقول كل بدعة أخطر وأكبر من كل كبيرة مثلا الذكر الجماعي لا شك أنه من البدعة لكن هل نقول الذكر الجماعي أكبر من قتل المسلم بغير حق عمدا وعدوانا قطعا لا لا يكون أو كما قلنا من المؤذن الذي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويرفع صوته بالصلاة على النبي في مكبرات المساجد لا نقول أن فعله هذا أكبر من الزنا أو أن فعله هذا أكبر من قتل مسلم لا يقال هذا نقول نعم جنس البدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لكن هناك من البدع بدعة مكفرة ثم درجة أدنى بدعة مفسقة نعم وهناك من البدع العلماء كما ذكر الشاطبي من الصغائر فماذا حفظكم الله نقول الجنس أما أن نأتي لأنه قد يقع بعض الشباب في خطأ في هذا المجال نعم يرى أن كل بدعة أخطر من كل كبيرة يقول من رأينا مثلا في يده مسبحة على قول من يرى أن السبحة من البدع يقول أن هذا أخطر من الزنا هذا خطأ أو أن هذا أخطر من القتل هذا خطأ بارك الله فيك أو يقال أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية نقول كجنس نعم أما لما تأتي إلى الآحاب لا الشيطان أيهما أحب إليه أن تقتل نفسا بريئة أم أن تدخل في جماعة يذكرون الله ذكرا جماعيا أيهما أحب إلى إبليس لا شك قتل النفس بارك الله فلابد من هذا التفصيل الله أعلم بارك الله فيكم